خلينا نروح مع حضراتكم لهذا الخبر وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم في مجمع القصر الرئاسي الهندي بنيو دالهي مع وزير خارجية الهند وأكد سيادة الرئيس حرس مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط معربا سيادته في هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الهندي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ومن جانبه رحب وزير الخارجية الهندي بزيارة السيد الرئيس إلى نيو دالهي مؤكدا أنها ستساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي خاصة في ظل التزام الحكومة الهندية بتعديد أتر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري وكذلك المستوى التعاون الأمني والعسكري سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما قلنا التقى اليوم في مجمع القصر الرئاسي الهندي من يون دالهي مع وزير الخارجية الهندي سيد الرئيس أكد حرص الجانب المصري على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط سيد الرئيس أعرب في هذا الإطار عن ساعته للتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خلال الفترة المقبلة بشأن كافة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك من جانبه رحب وزير الخارجية الهندي بزيارة السيد الرئيس إلى العاصمة نيو ديلهي وأكد أنها ستساهم كثيرا في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي وخصوصا في ظل التزام الحكومة الهندية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات خصوصا على المستوى الاقتصادي والاستثماري وكذلك أيضا التعاون الأمني والعسكري